بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع الCalculation The Payback Period وهذه هي إحدى الطرق اللي احنا بنعمل بها Justifying the Use of Robots هنا أنا قررت أني أنا أو قبل أن أأخذ القرار أني أنا أضع الروبوت instead of the labors اللي هي الطريق الconventional بتاعتنا فبقول إن أنا عندي إحدى الطرق اللي هستعملها للPayback Period What does it mean Payback Period? It means إن أنا إحسب the length of time it will take for a robot to pay for itself. Generally needs to be two and a half years or less. هنا بيقول لي إن أنا لو عايز أعمل الانستوريشن للروبوت في البلانت بتاعتي لابد إن أنا أحسب الأول الPayback Period واللي هي لابد إن هي ما تزدش عن two and a half years يعني more than this لا يبقى أنا أخليني على النظام اللي أنا عليه بمعنى إن أنا بقول إن أنا عايز أحسب هل أنا أستطيع أعمل الروبوت ده في المصنع ولا لا فبشوف إن أنا الPayback Period دي الفترة اللي أنا هستمر إن أنا أدفع فيها أنا كمستثمر أو صاحب مصنع هدفع فيها من أنا اللي بدفع وبصرف هتكون قد إيه؟ إذا كانت سنتين ونص أو أقل that's fine من الممكن نجو أهد وغير الروبوت إذا كانت هتزيد عن كده لا الكلام ده مش هنفع طب تعال نشوف إزاي نعمل العملية دي فقال لي فيه الفورمولة المستعملة the formula for calculating the payback period is الP اللي هي الPay أو الPeriod for a robot to pay for itself اللي هي هنحسبها لها دازم تكون سنتين ونص أو أقل الC اللي هي بارا عن الTotal Cost for installation for the robot itself and installation الW اللي هي الانوال salary of the worker being replaced by the robot الI اللي هي the savings from installation of the robot اللي هي including الزيادة increase the productivity والquality and so on الD اللي هي depreciation allowances بتاعة الروبوت الM اللي هي maintenance cost والS اللي هي staffing cost اللي هو الprogrammer والprogrammers والsupervisor والتراينرز وكل الStoffing اللي هي يشتغل فيه الروبوت تعالوا نشوف الترمات دي هنكتبها لك اللي الP اللي هي number of years for the payback الC اللي هي total cost to build the robot system including installation الW اللي هي الانوال salary of workers being replaced by the robots الI اللي هي savings from the robot installation in productivity quality of work more economic use of material اللي هي الروبوت depreciation allowance اللي هي الروبوت maintenance cost اللي هي staffing cost for the robots including programmers or trainers supervisors operators and repair person اشتركوا في القناة